شكل ان شاء الله بتاع البص ده يبقى اسطورة. برقية يا شباب معكم محمد جمال من قهوة العميد وحالة جديدة في واخيرا يا جماعة لقينا البص ده الحالة اللي فاتت وبصراحة كنت فرحان جدا ان انا لقيته وفي حالة اننا ربدا ان شاء الله عايزين نعمل شوية حاجات فيه. طبعا في حالة فاتت قلتلكم لو انت عندك مقترح مسلا واحنا متزبط شكل البص انتوا عارفين طبعا المدام بسيكنا البص لازم نحاوله ان هو يبقى بيت متحرك او كرفان متحرك فجات كمية افكار مش طبيعية يا جماعة وبصراحة الفكرة اللي كلنا اتفقنا عليها هي فكرة ان احنا نحط الحمام في اخر البص ولكن انا دلوقتي افكر في الموضوع كده معين وهو دلوقتي اهو انا مسلا لو حطيت الحمام في اخر البص طب ماشي احنا هنحتاج ايه مسلا طابليات او هنحتاج حاجات زي دي فهحس كده ان شكل البص هيبقى مش حلو مش مزبوط مع العلمي خلي بالك انه لعملت الحمام هنا هنخلي مسلا الجزء العشمال ده في قاعدة حمام والجزء العليمين ده هيبقى فيه نظام شاور او دوش بمعنى اصح هنبدأ نوصل هي نظام خزان او حاجة زي كده او ممكن مسلا نعمله بالخرطوم بس مشكلة الخرطوم هيعمل جريتش يبوز الدنيا فانا قلت خلينا حط مسلا هنا نظام كده حاجة معينة في دماغي بحيس مسلا تجي توقف تحتها تدوس هتروح على طول منزلة عليك ايه مية وتستحمى في منكو برضو قالي عماميدو ممكن تعمل نظام زي حاجة زي حوض مسلا وتحط فوقك كده حاجة زي مسلا بتاع التمانية ومنها مسلا انت عوز تغسل ايدك تفتح البتاع وتروح غسل ايدك وهكذا هي فكرة حلوة برضو في عد فيكو قال يا عماميدو خلي باكي الاستكارات دي فيها حاجات مش حلوة فحاول ان انت يعني ايه ما تحط عليها مسلا استكارات خاصة بقط النوم او تحط عليها علام او الكلام ده كله فما تلاقوش ربنا يا سهل كده كده الاستكارات ده انا بجمحها بهدف ان انا اغيرها ان شاء الله قدام عارفين يا جماعة بعد ما اخدت البص ده لقيت في بص تاني معد من جنبي نفس شكل البص ده بالزبط بس الفرق ان الجزء ده كله متقفل لحد هنا وكزلك برضو الجزء ده وفيه مسلا يعني مسلا شباك واحد مفتوح في النص هنا او حاجة زي كده قلت او الله انا عايز من ده وبعدين قلت لا انا البص بتاعي كده يعتبر هو الاحسن فيهم والاوسط لان انتو عارفين انا هدف الصراحة ان الجزء بتاع قط النوم او الجزء انت بتحس فيه بامان ان هو يكون متقفل عليك بس مش اكتر تاني حاجة جماعة عندنا مشكلة بصراحة كبيرة جدا 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 وهو ان ده مش مناسب للتمانية سلندر لان التمانية سلندر عليه ضغط كبير فبالتالي كل شوية يوقف بيا او يخلي البص مسلا يفسد بسبب الحرارة الكبيرة جدا اللي بتيجي على الماتور وانا ماشي في الطريق فتحت الشنطة بالشكل ده وجيت نزلها متقلي كان فيه بس ملقتوش تاني حاجة يا جماعة زي اقول لكم ان الجو حر بطريقة مش طبيعية لدرجة ان انا قلعت السماعة لفوداني طبعا السماعة لفوداني اللي انت عارفينها الكبيرة بتاعت الكمبيوتر دي يعني ولبست سماعة بتاعت الموبايل بتاعي يا نهار ابيض على الراحة يا جدعان طبعا انا بتكلم راحة من الحر اما اما الصوت نفسه بمختلف تماما انا واقف هنا الصراحة لاني عايش شوية مية فين الود الانب ده ولا 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 انت جايلي صح يا رب ما يكون مستر اكس ولا بتاع على طول فجر دماغه كده ولا مستر اكس ولا بتاعه المهم انا داخل هنا عشان نشوف مية دي انتم عارفين طبعا الجزء اللي احنا فيه ده ببقى فيه الله مية وخمسين لتر مية ممتاز جدا حممكن اصلا نملة تانكات بتاعتنا مية اللي هنا الجزء اللي احنا فيه ده يا جماعة اول ما اطلع احنا فيها دي تبقى بقى كلها مليانة على بعضها ايه بيوت بقى وبتاع زي مسلا اللي عمرة الهناك دي احتمال اروح لها برضو فبصوا الموضوع جامد هنا زي ما انتم شايفين معانا خمسة وعشرين لتر مية نقفلهم مية وخمسين بصوا هيبقى معانا كمية مهولة جدا والكلنج بالمرة برضو لو حبينا نملة هنملة بالمرة بسم الله الرحمن الرحيم مش فهم يا خليل الحنفية دي جاء كده سواني بس يسطأ هد الدنيا كده تعال انت بس كده لا لا انت بتكب ليه يا حبيبي مش عايزك تكب ليسطأ ممكن توقف بس هنا كده نحاول بقى بقدر الامكان احنا ننشر الحنفية على الفتحة دي بقول لك يمكن يسببتك بحرفة جي في الارض انا مش هينفع ايوة خليه سبت عشان بس ما عودش يتحرك بينا كل شوية وانا مسلا لو جبت الحنفية هنا وحاولت ان انا مسلا اجيبها هنا افتح كده سيدنا واحدة ايوة كده المفروض بيملة مش كده الله يعطيك الف عافية افتح بقى على الاخر يا مدير ايوة افتح يا مدير على قد ما تقدر ايوة بيملة اهو بس ما عافش ليه حاسوا كده بعيد شوية مش مزبوط فالمفروض يزبط على الفتحة دي كده بالزبط ايوة كده بيملة خليه بقى يملة لحد ما يخلص بصوا بقى يا جماعة في حالة النهاردة انا صراحة عايزين نجمع لوت وعايزين في نفس الوقت ان احنا نوصل كهاربا للبص يعني اتوصل كهاربا للبص بصوا يا جدعان دلوقتي نازم تكونوا عارفين ان انا مسلا لو وجبت اي عدد ولا يكن مسلا العدد ده اوه ده عدد البص ده متهيقل يا جماعة اوه والله عدد البص المهم انا لو جيت وصلت العدد ده مسلا هنا وشغلت مسلا البص كده هتلاقي العدد نور فانا بصراحة فرحت بالحركة دي ليه بقى انا قلت اصلا ورا كل عدد هنوصل حديدة والحديدة هنوصل فيها كشاف فبالتالي او اوصل كشاف على طول مباشر فيها شوف يا جماعة الارنب فين مش هليقدر اي حاجة خلاص يعمل حاجة انا في امال امال فالمفروض دلوقتي لو انا وصلت كشاف ده مفروض اوتوماتيك الكشاف ينور فبالتالي احنا كده هنوفر على نفسنا وصلات كهرباء والدنيا دي كلها فدخلت عشان اتجرب الموضوع ده لقيت انه مش نافع الاسف شديد لازم العدد ده يبقى ركب في مكانه هنا علشان يقدر يوصل الكهرباء للكشفات فبالتالي بصراحة الموضوع كان مزعج لانه بصراحة كان لسه حط هنا الكشفات واحط في البص الكشفات يعني تنور كلها كده بطريقة الاسلكية من غير بقى ما نوصل الوساط لان انتم عارفين الوصلات اللي هنا بتتبرخ ما شوية فمش نفع الاسف جيد الحركة دي طب اللي هيحصل دلوقتي ان احنا بس هنحاول نشوف حديد طالع كده الفوق ومنها ان شاء الله هنبدأ نزبط كشفات امامية للبص ولو حبينا هناخد بقى مصار ماشي كده لحد اخر البص ومنها هناك هنعمل برضو كشفات تانية بتنور ورر بص وده اللي انا عايزه بالنسبة لجناب البص برضو نفس ايه في البشا يا نهارة بتبص يا جماعة خلصت الخزان كله وبصراحة احلى حاجة جماعة في اللي بتعدوا لان هما بجمعوا مية وانت تيجي تاخدها بكل سهولة وبصراحة شايفة حركة حلوة يعني بصراحة توقع دي ان هما بجمعوا فيها مية المطرة لو كده بصراحة الناس بتفكر مية مية زمان يعني لان انا بشوف في صراحة البتاع دي في المدن كتير اللي هو البتاع الكبير ده وبصراحة ما كنتش اعرف ايه سببه يعني بس اللي انا فهمته ان البتاع دي برفعه فيها مية عن طريق مسلا للموتير وكده بحيس مسلا لما المية تقطع مسلا او حاجة يبقى الخزان ده يغزل مدينة كلها وفي نفس وقت الضغط يقدر يوصل لناس كتير في نفس الوقت. انا بصراحة عايزة فنت الحاجات بتاعتي وبصراحة زي ما انتم شايفين ملاحزة ان الحاجات برضو قلت بكتير. تاني حاجة صحيحة بالنسبة لغرفة الاسلحة كتير من كم برضو اتفق معي عن نفس الموضوع قلي عميميدو حطها هنا برضو هتبقى برضو شكلها شيك اهو لما تنزل مسلا او حاجة هتشيل سلاح في ايدك وتنزل وفيه منكم قلي عميميدو خليها وراء الباب على طول وفيه من كو قال خليها وراء الاعلام الدول العربية هنا على طول هل اراغ تلفت طبعا الحالة اللي فاتت سقف البص ده احنا غيرناها وعملناها اللي هو نزامه نزام كده وبتاع ففيه منكم قلي عميميدو لا خليه لونه فاتح اوابض هيبه شكله احسن بكتير وهو ده شكله الاساسي جماعة السدي يا جماعة الشكل بتاع الاساسي احسن بكتير كانت ملعبتي فيه بس بصراحة كان نفس الجزء ده اللي يتغير برضو واللون اللي فوق بتاع البص ده يتغير عشان نخلي مسلا بص كله لونه واحد بالاواب بتاع توال لكن عادي ما فيش ايام مشكل دلوقتي بقى حالة اللحزة اللي هننطلق فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب فين يا ستا اه ايوا ادي السفو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب ربنا بقى يسطرها معانا وبصراحة يا جماعة عشان مفيش تكجيف في البص فالواحدة يموت من الحار تخيل الدنيا حر وانا قاعد اصور وحاسس بالحرارة اللي في الصحر اللي احنا مشين فيها انا صراحة اب بفكر اروح البيت الهناك ده انا متأكد ان هو بيت خلت لك كده معزنك كده المنزار اه عمارة ممتاز جدا العمارة دي في الغالب يا جماعة هنلاقي فيها معظم الحاجات اللي احنا عايزينها فخلينا مسلا نروح هناك نبص فيها بصة بعد كده نرجع نكمل طرينا لان زي ما قلتلكم انا بحتاج صراحة كل حاجة لقيها في طريق حتى السوفن يا اخي لو قريبة مني هاوصل لها مخصوص وطبعا لازم تكونوا عارفين حاجة ان احنا دواتي في امان الامان كان في حد فيكو برضو قالي عمي ميدو هو انت ليه حاطت كويتشات بص هنا وقدام ما تركبها في البص بزمتك دي كويتشات بص ياسطى كارن كده بص شوف الكويتشات اللي هاره عاملة ازاي شوف الكويتشات اللي قدام عاملة ازاي كويتشات اللي قدام يا حبيبي دي كويتشات عربية مش كويتشات بص ركز معاها كده لا يعطيك الف عافية. في منكم قال برضو عمي ميدو حاول تعمل البص او تخلي فيه منه جزء تقده مكان تخصص فيه الاغراض يعني تخزن في الاغراض. وفيه منكو قال يا عماميدو خلي مكان تخزيه الاغراض ده فوق الباص. هو ده بصراحة ان انا اه يعني اتفقت معك فيه. ان انا هخلي كل الاغراض زيادة مسلا واللي احنا مسلا يعني قد نكون نحتاجها قدام هنخليها في الجزء الخلف من الباص. يعني الباص كل الحمل هيكون ورا. لان الجزء الامامي كان فيه منكو برضو كتير بصراحة قال الحتة دي. يا عماميدو ايه رأيها تعمل اعدى عربي يا اما مسلا قدام غرفة النوم او في الباص من فوق وفيه منكو قال ممكن تعمل غرفة مرأبة فوق او برج مرأبة فوق يعني فيه كده افتكاسات وافكار كتير والله حلوة يا جماعة ترك كده بس بصراحة اكتر خوفي دلوقتي ممكن يجي لك في حتة معينة او في حاجة معينة احنا عملناها فاربين يستر انا بصراحة خايف من الموضوع ده فاربين يستر وفيه منكو برضو قال لي عماميدو يبقى عمل وينش ورا تقدر تسحب منه مسلا اي عربية وراك مسلا فانا بصراحة اللي بفكر فيه ان انا اسحب وراي مقطورات مسلا مقطورة عربية انا المقطورة مسلا فيها تانك مسلا نفترد مية وفي الناس وقت قلت مسلا ممكن اعمل باركنج ورا هنا مسلا طالع ويطلع وينزن بحزنة عربية ونروح رفعينه في منكو قال برضو يعماميدو ممكن تعمل باركنج فوق البصل العربيات وهكزا بصتوا في افكار جامدة الصراحة جاية دلوقتي اهمنا الوحيد دلوقتي ان احنا بس ندخل نشوف هل هناك لوتهم بالداخل ام لا ممتاز جدا لقيت هنا يا جماعة البتاعدة وده دلوقتي شيء اساسي محتاجينه فيك ايه زي ما توقعت انا كنت بصراحة متوقع ان هيبقى فيه مسلا بنزين نام يالا مش محتاجين انا كلا النهار دا يالا تانك متسكلي فيه شوية مية انا بصراحة شايف ان انا برضو محتاج المية خاصة دلوقتي الجوع العطش ايه هاريني عندنا برضو الحاجات دي دي جامدة جدا يا جماعة بس بصراحة خايف هحطها لجيب لي ولا كعمل حاجة لا نحطها بس نكسر بس نشوف كل حاجة هنا وقنابل ممتاز جدا لقنابل ده هتنفعنا هنا يعتبر برضو مفيش هنا اي حاجة طب حلو احلى حاجة هنا بقى ان في الطابليات اللي زي دي وبصراحة الطابليات اللي زي دي انتوا عارفين طبعا ان انا محتاجها ده جامد يا جماعة ده ممكن برضو نستعمله في التوصيل ممكن نخفيه بطريقة معينة لان هو بزة ما تقول بين كده الشنة بالامام والشنة بالخلف بس فده ممكن يزبط معنا كده حاجة في دماغي فعموما هناخده معنا الانبيب خلاه ناخد مسلا معنا واحدة معانا معين بصراحة خايف منهم لانه فاكرين في السلسلة الاساسية او اول السلسلة نزلنا على القناة اللامبوبا دين فجرت فينو احنا ماشيين في البص بصراحة عندك الشبكة دي يعني هي حلوة تمام بس مش هتبقى مناسبة للبص بتاعنا بس هي زي الطابلية كده عموما احنا كده اخدنا واحدة من دي حط لي يا باشا التنكات دي هنا كده مفروض يبقى فيه تابليات تانية هنا او لا وهاتلي اسقب على تلاتين لتر اويل يا باشا هات يا باشا بصوا بقى يا جماعة احنا بقى نحط في البص ده ومش هيهمنا حاجة ان شاء الله ولكن لازم نكون حرسين ان احنا نحول كل البراميل الكبيرة دي ان هي دوب بجراكن عادية جدا صغيرة ما فيهاش اي مشاكل بحيس مسلا يعني ما تاخدش مساحة وفي الناس الوقت ما تضيقناش حاجة من دي لقينا هنا الباب ده برضو طب كويس وعندنا هنا برضو تنكين واو تسعة وخمسين لتر اويل بقول لك يا باشا او انت زعيم باعزنا كده ممكن تتوكل على الله ممكن باعزك تتحط هنا افتح كده يا مدير ام لهنا خليني اعمل حاجة نزبطه كله كده كويس جدا معنا تمن مرات نقدر نغير فيهم زيت لماتور البص ان شاء الله لما لقيه ربنا يسهل ان شاء الله وانتوا عارفين قبل كده او حضرته اتحادي ده قبل كده لما عدلنا البص في القناة العام طبعا احنا مش عدلنا تعديل كاملة احنا بس عدلنا على الماتور خليلنا سرعة البص توصل متين وبصراحة دي كانت حاجة جمدة جدا 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 عارفين والله افكر اعمل باب الحمام من البتاع ده ايه رأيكم انا صراحة شايف ان هو هيبقاشك مسلا وهيريحنا شوية والله انا معارف بس بصراحة عندي كده حب ان انا ادخل اجرب لو جينا مسلا هنا حطينا مسلا باب الحمام وليكن مسلا في الجزء ده كده مسلا وسبتنا كده لا ده صغير جدا ده يا جماعة مش هينفع الاسف شير خلاص ابيش ارمي بره بعد ازنك بعد ثلاث ساعة دي الاغراض اللي انا طلعت بها من الحزي العمارة الغريبة المهم زي ما انتم شايفين واحد حاجة صراحة لانا لقيت ثلاث شونت جوه ودي حاجة حلوة جدا دي هتساعدنا ان احنا نعمل الشانطة اللي انا قلتلكو عليها من كام حلقة فاتت المفروض نعملها يعني في هنا شوية مناقق يعني بصوا لقينا شوية حاجات حلوين طيب بصوا بقى اول حاجة انا عايز اجربها صراحة يعني وهو الحمام ولقيت هنا ادي واحد مثال يا جماعة لقيت اتنين مثال اقومها اتنين بس انا كنت افكر انا اقيت تلاتة مثلا يعمل حاجة اتنين حلوين مية مية زي الفل المهم دول بقى هنجرب كده نقفل بيهم الجزء الخلف من البص نشوف كده لو زبطت يبا مية مية نقدر نعمل بيهم الحمام بكل السهولة المهم بعيزنا كميشة هاتلي بس دي كده لو تقدر توقف بعيزنا كفانديم طب لو دوسنا ارقى بس بصوا بقى المشكلة فين ان بنتي اللازينة مش عايز ايه ايه اللي حصل اللي حصل في ايه في ايه ثانية واحدة ثانية 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 ايه ده شوية في ايه ينهر ابيض انا حسيت والله انا اللي اتقلبت ومشي الباص المهم الحاجات دي انا بصراحة كان نفسي لما اجي اعملها كده شفتوا اعملها كده تروح على طول دخلها عن طريق البص بحيس مسلا اقدر ازبطها بالزبط في لوت معين او حاجات معينة بمسكها وادوس حرف الار تلاقيها بتدخل كده جوه البص كأن يعني ما فيش حاجز موجود ياتهم كانوا بيدخلوا جوه الحاجة بحرف الار نقفل بس بين دول واحد يقول لي عماميدو ما تانية اطول او لك ايه تقال لي ان انا اصلا برضو لقيت هنا الغطر بتاع البص فهنبدأ ان نحطه فين على بتاعة التانك من هنا وخلاص بس كده سيدة زي ما تقول كده متقفلة مية مية البيتاع اه شفتوا دي يا جماعة بصوا بتدخل ازاي وتطلع جوه البص براحتها ممكن يكون لو انا عملت سيف جيم وطلعت وادخلت الاقي الحاجة زبطت بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب اللي يحصل يا رب يا رب يا رب ايوة اه زبطت طب ممتس جدا هو ده اللي انا عايزوا بالزبط شوف بقى يا سيد اللي هيحصل دلوقتي ان احنا دلوقتي عايزين نزبط بقى الحمام نفسه فاحنا نيجي مسلا من جزء ده انا بس عايز بله جزء صغير جدا ما يبقاش واسع يعني يبقى ايه يا دوب كده على قد الشخصية بتاعتها تدخلوا خلاص علشان لسه في حاجات كتير عايزين نزبطها في البص نفسه هنا اه مقدرش هدخل يا اسطر بعد ازنك بس ممكن تعدلها كمان سنة وتيجي برضو هنا كمان سنة وثبتها كده يا مدير اه كده تمام اتوقع يا جماعة صح اه ان شاء الله كده زي الفل محتاجين واحدة هنا ومحتاجين بف النص بف النص عارف احنا ممكن برضو نجيب اه يا لو نلاقي كمان واحدة هيبقى الموضوع جامد بس اول حاجة نحاول برضو نزبطها هنا كده الاول يعني ان شاء الله يبقوا مزبطين بس انا طبعا يهميني برضو من بره نشوفهم اه بينين من بره يا جماعة يسطى ليه يسطى دي دي برضو سنة بسيطة طب حلها بسيط جدا احنا برضو ممكن نعمل هنا حركة حلوة وهو ان احنا كده سنة بسيطة ونميل دي سنة كده ايوة ان شاء الله كده وبعدين نحاول ان خلاها تمسك بالشكل ده بحيس مسلا وجينا بتاعنا بره هيبان برضو جزء صغير كده بس مش هيدررنا في حاجة لان احنا كده كده اصلا يعني مع الوقت هنحاول برضو ان احنا ندريب حاجات تانية نتأكد ان هو مظبوط تلاحظ يا جماعة ان البتاع دي دخلها سنة فلذلك احنا عايزينك برضو تطلعي برا سنة وليكن مسلا بالشكل الجامد ده نسبت على كده يا مدير ان شاء الله كده تكون مظبوطة من بره برضو هي نفس السنة عادي ما فيش اي مشاكل صراحة مش ضررني في حاجة اما حاجة جوبة الدنيا كلها تمام معنا وزي الفل هنا هنعمل يا جماعة مكان للشاور وهنا مكان للحمام اللي هي الاعداء بمعنى صح? وفي النص هنا احنا هنعمل نظام باب الباب ده بقى يعني يا اما يبقى مسلا من نفس الكلام ده كده يا اما حاجة تانية بقى بصراحة لسا ما عرفش بس اقفل على كده يا مدير احنا زي بديد الموضوع احنا مش عايزين نلمس بقى الكلام ده كله يعني اتوقع يا جماعة ان شاء الله تبقى مقبولة وانتو عارفوني برضو رايكو بتاعت مشكلتي انا بحب الحاجة تكون مظبوطة يعني شايفين ده عامل ازاي? وده عامل ازاي ده تحسوا كده مظبوطا ده يعني بصراحة حاجة بصوا اقول لك الحاجة ما نشغلش دماغنا بيه انا هستنى رايكو برضو الحلقات الجاية ونشوف رايكو في ها ايه نبص برضو من ناحيتين ده برضو طالع سنة بسيطة وده طالع سنة كبيرة يلا ما تتلمي هلا انت هو تلمي هلا ما عندكش دم ده الوقت الجاية يعني شايف نفسه علي قوي يعني اللي هو لا يعني ايه ما فيش منه اتنيني خلينا نجيب الحمام وخلينا ده نبدأ به طبعا اول الحاجة يا رب اسمي الكسل لان البتاعة ده يا جماعة بصوا يعني زي ما تقول كده ايه يعني من اقل حاجة بيزعل منك هنبدأ نحط فتحة الحمام اواعدة الحمام هنا في المنطقة دي كده بالزر بالشكل ده اركب كده يا مدير ايوه ممتاز جدا نتأكد ان هو مش طالع من هنا يعني حاجة بسيطة جدا مش هدرنا في حاجة هنبدأ نجيب الغطى ده والغطى ده في يديته ايه بقى الغطى الحمام يا جماعة يقفل لنا كده بتاعة الحمام دي يبقى مثلا بالشكل ده ويثبت على كده يا مدير اعمل حمام افتح يا باشا خلاص يقفل يا باشا ايه رأيك بقى يا باشا كرياتيف كرياتيف قوي انا متالي كنت لقى هنا عداد باص ايوه العداد المية وعشرين هون ممتاز جدا عبال بقى العدادات التانية ممكن بحيزك بقى تفصل لي هذا البتاع حطه هنا دلوقتي وحط لي يا باشا العداد ده هنا ده كده عداد السرعة بتاع الباص ممكن نجيبه هنا برضو عشان متعود صراحة ان هو يبقى في الجزء ده وهنا هنحط اي عداد تاني واللي منه المفروض هيتوصل منه كهربط البتاع وعارفين ممكن برضو ما نستخدمش العداد التاني ده في حاجة لان لسه في عداد تالت برضو ممكن نحطه وليكن مساء عداد العجلة ده عداد العجلة ده اخر تمانين بسم الله ما شاء الله على الضحك يا جدعان ممكن نحطه هنا ده بقى هنا كده ايه سواني ياسطى ممكن تجي هنا كده احنا بقى ممكن نعمل كل الوصلات منه طبعا زي ما انتو شايفين احنا هنمسيكم نفس الشكل ده زي ما هو كده وعايزين مسلا نشابقكم في اي حاجة وليكن مسلا الجزء ده لو اتشابق هنا ممتاز جدا عايزين بقى نيجي من وراء نحط هنا حتة حديدة يا دي الاران بيعمل حاجة مش هتسيبنا في حنم خلاص يا رجالة اه بعد زنوكا رجالة يسيبوننا في حنم احنا مش فضيين لكم والله يعني هنيجي بقى عند العداد ده من وراء بقول لك ايه يا اسطى انا بصراحة حاسس كده ان العداد ده ولاقول لك ان شاء الله يبقى تمام هنيجي عند العداد ده من وراء وندوس دي بالشكل ده بحيس يبقى العداد ماسك كده حلو ونبدأ نوصل هنا عادي عادي اعتبرها يا زوباعي عم الحاجة عادي احلى حاجة في البص ده انه الله تقريبا يا جماعة زبطت الله اعلم ان شاء الله يبقى زبطت اهم حاجة بس ما يكونش يطالع من هنا ايوه هي دي حتة الحديدة اللي انا عايزها تخيل حتة الحديدة دي هي اللي هتوصل كهرابة الكشفات لفوق بس انا بصراحة عايز اقلفها سنة بسيطة برضو يعني مش عايزها تبقى بالشكل الفضيع ده فسو بعد ازنك يا برو ممكن ولياكم مسلا تتثبت هنا كده ولياكم بالشكل ده اخ ايه يا جدعان ده هتلاقي الارنب والله يا جماعة الارنب دي مشكلة كبيرة ربنا يسطر عليها وهنبدأ نمسك الحديدة دي من هنا ونحاول نجيبها كده بزاوية البرة شفتوا 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 زي ما هي كده ومسك على كده يا مدير او امسك على كده يا مدير ركب كده يا ستنشوف ان شاء الله يا جماعة تكون كده مزبوطة بالزبط انا عايز بس حتة صغيرة هي بس اللي تكون طالعة مننا لأ لسه برضو الحتة دي طويلة بس بصوا هي ان شاء مشكلة وده ان اليوتيوبيس دي هي اللي هتعملين عقق كبير يعني انا هتطر ان انا عد طب استنوا كده هتلب عايزنا كده ايوة الجزء ده اللي انا قلتلكوا عليه من شوية ان شاء الله يا جماعة هيزبط ان شاء الله هيزبط بس انا بصراحة عايز كده برميل او اي حاجة اقف عليها التلاجة تبقى كبيرة شوية يعني ان شاء الله تبقى مزبوطة وتبقى كويسة بس بعد اذنك يعني هل انت ينفع لا 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 تعالي هنا انت كده بس ثانية ينفع سببتك في الارض طب منتز جدا نسبتي بقى كده حلو قوي هتلب عايزنك بقى البتاعة دي سبتت هنا دلوقتي لو ده انا طلعت كده فوق التلاجة من هنا اثبت بقى كده يا مدير وجبنا هذا الاكسدام وحاولنا ان احنا نركبه بالشكل ده يعني مسلا يتوصل كده بوس 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 شوف الحركة الجامدة دي ونطلع كده لحد مسلا الجزء ده كده حلو الكلام ونبدأ نسبته كده بس دي يا جماعة حساء عالية من فوق يعني محتاجين برضو ان احنا ننزل كمان تحت سنة لو نزلنا كده مسلا عايزة بالزبط يبقى بسوة اتفاع البص نفسه وسبتنا هنا بحرف جي اه يعني بصوا يا جماعة يا برضو محتاجة سنة بس يتميل لجوه وسبتنا مسلا هنا كده بحرف جي الله هو ده لان عايزه بالزبط شفتوا بقى توصيلة الكهربا دي واحد يقول لي عمامي ده اي 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 ازاي يعني الكهربا يعني من فين يعني اقول لك بص يا سيدك الاكسدام ده طول ما هو متوسل في الحديدة دي فالحديدة دي عاملة زي وصلات الكهربا اللي بتنقل الكهربا الاكسدام اللي فوق فالاكسدام اللي فوق ده هينقل الكهربا طيب ازاي عمامي دو اقول لك ايه اللي تاخد حاجة نظيفة نتأكد بس ان هو مش داخل من هنا بصوا يا داخلية بصراح مش مدايقاني كويسة نوعا ما بس الفكرة كلها ان احنا ما نغيرش العداد ده صراحة برضو بفكر ان انا ادخل حقيقة دي جوه كمان وفي الناس الوقت بقول لا سيبها لاني ممكن اعوز اخد منها مسلا توصيلة او ممكن مسلا نحط حولها مسلا كشاف ينور كده في الجناب واحد وغرا واحد قدام يعني فيه كده في دماغي فدلوقتي مسلا نجيب كشاف اه صحيح ولقنا كشاف بس بالمناسبة خلنا نحط ده هنا وكده مسلا واي كشاف مسلا مسلا الكشاف ده طب ده ممتاز جدا احنا مسلا لو مسكنا الكشاف ده حطناه مسلا وليكن على الحديدة دي واتخلنا مسلا نورنا من جوه المفروض المفروض ينوره من غير سلة وده بصراحة اللي انا اتمنىه اي واق نوره هو يا جماعة بس يا السلام عليك عمي فيدر هو ده المطلوب مزبات ازا ما انتم شايفين منور من غير سلة من غير اي حاجة لو اخدنا بقى البتاع ده وطلعنا بيه فين بالصبت كتا فوق البس وحطناه هنا اه ما نورش لأ ازا بقى انت شكلك كده يسطى بقى مش متوصل كده انت بقى هتزعلني منك يا نهار ابيض ده انا بعد ما يسطى حمستني يسطى وقلتلي تمام هينور يا ابني الذين يعني مسلا لو اتحطت هنا كده مسلا يعني اه نوعا ما كويس يا جماعة صح يعني بصولو كده من بعيد نشوف الدنيا يعني انا حاس صراحة ان هو يعني لأ برضو محتاج برضو يدخل سنة بسيطة الجوغة وتسبت على كده ها الدنيا كده يعني كده برضو يعتبر كويس نور يا باشا الله عليك عمي ميده هو ده المطلوب ازباته شفت يا باشا بش شايفين يا جماعة فيه لاجل زي في الموضوع ما هو بصراحة انا خاف من حت التلوية عشان كده هنشيل بقى البتاع الامامي ده انا بصراحة مش محتاجه في حاجة لان دي محتاجين في حاجة تانية ايه هي بصراحة لسه ما عرفش في منوكو قال بقى عمي ميده يبقى اعمل في البص من قدام دي ان شاء الله سهلة بس انا برضو محتاجة اجيب هذا الاكسدام اطلع كده يا باشا خليك هنا انت دلوقتي وهاتل برضو الاكسدام ده وعارفين يا جماعة ما زبطوش معي زي الزبط اللي عايزها في دماغي ساعتها هنستنى بقى لما نشوف اكسدام تمانية سلندر نقدر نوصله وبصراحة معرفش هالكسدامين دول طول بعض ولا لا لا تحس ده يعني مستقر شوية عن الاكسدام التاني المهم هنجيب الاكسدام ده بعيزنا كده يا باشا نحاول نخليه بالزبط في نص البص ولياكم مسلا كده بس برضو الاكسدام ده يا جماعة هيبقى صغير شوية فاحنا محتاجين نحط حاجة جنب الاكسدام بحيس ان هي توصل ما بينه بتيجي نجيب التربو نحطه قصد التربو ده مش هحتاجه في حاجة لان التمانية سلندر لو حطلناه التربو ده ممكن يتخنق منها طب ثانية كده احنا مسلا ومسكنا ده وصلناها هنا بالشكل ده نبص كده على الشكل من قدام لا تحس كده الشكل في حاجة غلط تحسوا كده محتاج زق شمال سلنا طيب ما عندكش مسلا حتة حديدة حتة حديدة متهيالي كان معانا حتة حديدة برضو هنا يا شباب تعالي كده يا اما بسم الله الرحمن الرحيم اطلع بقى كده فوق اطلع فوق يا زميل يا اسطى لازم يعني اعمل سل ما اطلع فوق ممكن نرجع بس دي سنة بعد ازنا كده يا فندم ارجع ورا سنة وبرضو ممكن ننزل مسلا بدي هنا كده لحد مسلا المنطقة دي كده بالزبط هنجيبها هنسيبها زي ما هي كده على المستوى الارضي ونحاول نشبكها هنا كده حلو بحس ان هي هتكون باينة كده من قدام بعد كده هنجيب الاكسدام ده ونحاول نحطه قدام الحديدة بالزبط يعني مسلا وليكن هيبقى مسلا في المكان ده كده بالزبط نشبك على كده يا مدير نبص بقى كده من الجزء الامامي مظبوطة بس تحس البتاع مرفوع سنة من قدام ده انت رخمة اوية بحق ايوة كده يعمل حاجة تحسها كده مظبوطة نوعا ما او الله مظبوطة نوعا ما بس احنا كل اللي هنعمله هنجيب واحدة شبه دين حطها الناحة التانية وحديدة كده وخلاص كده حنأمورنا تمام ومية مية وممكن برضو نعمل حركة تانية بس انا هسيبها في الكواليس وهبقى اقول لكم ان شاء الله لما خلصها عشان لو ما زبطتش يعني ما كونش بوسط الدنيا هنمسك بقى الكشاف الباشا ده ونبدأ نتركبه مسلا هنا في اي حتة في البتاع دي عشان نتأكد برضو ان الكهرباء كده خلاص ايه مية مية ومتوصلة لها ركب كده يا مدير بسم الله الرحمن الرحيم جاهزين يا شباب يا ما نورش ابن اللازينة ليه ياسطى ما نورتش يعني انت جاء بعد التثبيت ده كله في الاخر ما تنورش اكيد هو مسابت على الاكسدام نفسه اه كده نور اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله باي بصوا بقى شوف فقا الكشافات بقى هتتركب ازاي هيبا نظمها كده يعني ايه زي ما تقول كده داخلها كده سينة جوه في البتاع نفسه بحيس يبقوا بينين بالشكل ده لا يا جماعة الشكل ان شاء الله بتاع البص ده هيبق اسطورة هو ده المطلوب اثباته عارفين الجزء اللي فوق ده يا جماعة الزيادة ده انا كررت ان انا اعمل فيه حاجة رهيبة جدا ان تلتولي عليها الحلقة اللي فاتت في البستاروات لو جبنا مسلا الكشاف ده وحطناها هنا ثبت على كده يا مدير يعني نوع مزبوطة يعني طب حلو اللي فرحان يا جماعة اللي انا وصلت الكهرباء بتاعت البص هو ده المطلوب اثباته يا تخيل احنا عملنا حاجتين في نفس الوقت الكهرباء وحمام افصل بقى كده يا مدير ايوه خلي كل حاجة مفصولة واللي مضيئني بصراحة العددات دي طب يسته ما انت وصل لك كهرباء وصل لك الكشافات اللي وورا الكهرباء يقول لك لا والله يسته ما عندناش احنا الكلام ده طب ما تيجي كده يجد عن نتجرب كده تجربة يمكن يزبط معنا نور كده بشا النور بس ثانية اهو كده العدد منور حلو يعني ايه اللي فيها او ايه مسلا لا يحصل لو مسلا ايه ده او ما عنديش كشافات تانية معقول الاخي بتهيل انا كنت شاهد كشاف جوه ثانية واحدة بس ثانية اهو ده في كشاف بص هنا تاني طب ممتاز جدا مفروض بصوا لما نحط الكشاف ده هنا كده في العدد مفروض ينور بس زي ما انتم شايفين العدد الراكب على الهو ما بنورش مش فاهم في ايه يعني طب ما تنور لنا قصة الكشاف ما هو برضو عايز كهرباء زي وزيك ما ينفعش طب حتى طيب الكشافات اللي بتبارك في اي حت برضو ما ينفعش طيب بصوا بقى اللي انا يبقى ايه هنا بقى هات اللي بعيزنا كده العدد ده كده كده احنا احنا محتاجين العدد ده عشان في الحرارة والقيل والكلام ده كله فهنحتاج او هنضطر ان احنا نحطه برضو هنا كده في نفس المكان ده بس هيببى فوق كده برضو سنا. خليه ايوه كده بحرف اتجيب عدد ازنك ايوه خليك انت كده زي الفل احنا مش محتاجين منك الا الحرارة والكلام ده كله. كان فيه برضو عدد تاني كنت برضو لقيه هنا او ممكن مسلا يبقى هنا في الطابليات اللي هنا وليكن مسلا العدد ده ده عدد لاي ده ده ولايه المهم العدد ده بصوا يا جماعة احنا هنحطه مسلا وليكن آآ خليه مسلا هنا كده في الجزء ده ده مؤقت مش اكيد يعني خليه بس محطوط هنا ايوه كده كتب البتاع باسم الله ما شاء الله طب اتنور بقى زي اخوتك المنورين جهه ولا انت ايه مالاكش نفسه ولا ايش عارف اه عشان هما يمكن مش منورين ايوه كده منور وشغال انا بس اهمني ان هو يكون منور وشغال هنيجي بقى الكشف ده نحطه قدامه هنا كده بحيس مسلا لو انا طلعت مسلا عملت وطلعت ودخلت قدام لو لقيته منور يبقى اتجلتش فعلا نشتغل وزبط مع الكشفات يبقى ساعتها هنسيبه بقى زي ما هم كده وبعد كده يبقى يتضبطوا معنا المهم زي ما انتم شايفين تقريبا كده احنا عملنا الحمام كده ناقصنا الباب بتاع الحمام الخشبة دي متهالة هتقدر تدخل جهة الباص لو دوسنا ارتب ممتاز جدا هل الخشبة دي كبيرة ولا صغيرة والله انا حاسس الخشبة دي لو كبيرة ده ممكن تغطي الباص كله منورة تخيلوا اه والله يا جماعة ده واخدى نص الباص يا جماعة يعني ده اصلا يعتبر مفيش فرصة لباب الباب اصلا ان هو يفتح يعني مسلا لو جينا وسبتنا هنا كده بالشكل جامد ده اه والله يا جماعة ده مقفلها جزء كبير جدا منها سدقوا بس عايزين نبص من تحت لا او من تحت تمام من فوق هتلاقي ممكن طالع شوية هنحاول ننزلها عادي يعني مش هتضر قوي يعني بس تيجي تبص للجزء الداخلي انت كده ممكن يبقى عندك باب افتح يا باشا وادخل واطلع تاني والله صراحة يا جماعة انا شايف ان اللوح ده كويس لا والله مش وحش وكبير بسم الله ما شاء الله عليه طب ازا بعد انك بس خلاني حطوهم بس هنا كده كلهم بعيد كده عن بعض انا كده كده عامل فلو ما مزبطتش عادي برجع للتسريفة القديمة مش حوار المهم هنجيب مسلا البتاع ده وليكن مسلا هنا كده في الجزء ده بص يا جماعة زي ما انتم شايفين احلت تزبطها بقدر الامكان ادي كده عندك هنا الحمام افتح باشا وقعد اعمل اللي انت عايزه وبعد كده اقوم اه في الوراق البتاعه نبدأ بقى نحط هنا بتاعت الدوش ان شاء الله وبالنسبة لباب الحمام هاخده اكيد هيبه من البيبان دي ازا هنمسيكه مسلا بالاتجاه ده ونخليه شابك اصلا في الخشبة نفسها شابك كده يا مدير يعني كده يا جماعة مية مية ازا بنتم شايفين اهو اقفل وراك يا بيش شباب الحمام وكده مية مية تفتح تدخل تقفل باب وراك بس ما عافش ليه بتردني برا طب ياصلا عايز ادخل جوه اقفل كده يا بيش شباب اقفل اقفل ما تخافش ايوة كده كده اتقعد ودنيتك حلوة هنا بقى نبدأ نحط هنا شاور بس مش هنسيبه يعني هنسيبه بعدين يعني او ممكن نحطه هنا مسلا ورا يعني هيبقى فيه خزان كده او حاجة زي كده المومنتو يا ريت برضو تعرفوني ايه رأيكم كده في الحمام خلينا بقى نحط ده عشان نبدأ ننطلق انا بصراح مش عامل اي حاجة جماعة في البص لما شوف رأيكم في الحاجات البسيطة اللي انا عملتها دي وبرضو في نفس الوقت برضو محتاجين ان احنا ندور على لان الحزين اللي معنا ده مش هينفع نهاية وحتى هو ده اللي مش عايز يركب ياصل انت في حد يمزع لك وليه متركب يا مدير ايوة كده اركب ياصل الله يهديك يا ابني والله وازا ما انتم شايفين يا جماعة احنا معنا الشاشات كتير دي لوقتي الشاشات الصغيرة دي هتنفعنا جامد بصوا بقى بنسبة لغرفة النوم انا صراحة بفكر ان انا حط السرير بقى هنا ما هو خلاص بقى احنا كده هيعتبر زبطنا الحمام السرير هيبقى مسلا هنا وهنحط بقى مسلا حواليه شاشات وبتاعه دين يعني بالنسبة للشاشات اللي هي اللي زي دي مسلا انا بفكر صراحة ان انا استغل المراية دي في ان انا هحط عليها الشاشة بالشكل ده بحيس مسلا تبقى ايه شاشة كده متحركة يعني مسلا عايز تحركة ايمين الشمال فهم انت ازاي يعني في فيه حاجات من زي دي اه بس انا انتم شايفين يا جماعة اللي بدأ يشتغل فاحنا لازم اساسا نبعد على العمارة دي وبصراحة الشاشة برضو هنا شكلها حلو او انت مسلا قاعد على السرير بس الشاشة صغيرة يا اخي يعني تشوفها ازاي غرفة الاسلاحة والله يا فالي ان انا افضل حطيتها هنا بس في حد فيك وقال عم يميدوا حط هنا طاولة الاكل بحيس مسلا كرسي كده وبرميل وتعتاكل عليه وفيه منكو برضو قال لي عم يميدوا حط كرسين وترابيزة هنا وفيه منكو برضو قال لي عم يميدوا خلي غرفة الاسلاحة جنب الاعلام بحيس كده وبالشكل شيكو بتاعه انا بصراحة انتم حياريني خمسين في المية اختار كده وخمسين في المية اختار كده فانتم عارفوني في التعليقات انتم عايزين ايه بالزر بس كده شباب كده نكونوا سنوات الحلقة ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل طبعا الحلقة الجاية عايزين نبدأ نقفل الشنطة دي لشنطة تتضارب معنا صح ونبدأ نكمل كهربة البص بشكل كامل او نبدأ نزبط غرفة النوم يعني في 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 كزا كده حاجة في دماغي ان شاء الله نعمل يلا نستطيع بقى اللايك والاشتراك في القناة شوفكم على خير سلامة